الأستاذ محمد عبدالقادر بوغريطة من الجزائر طبعاً سيرته حافلة بالخبرات العلمية والوظائف المشغولة أقتصر على بعض منها فهو يحمل شهادة في اللغة الإنجليزية مستوى عالي ودبلوم أو شهادة عليا في اللغة والكتابة والصحافة معهد لندن للدراسات اللغوية هو عضو ناشط في المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام والمتواجد مقره في طهران الجمهورية الإسلامية في إيران تقلد عدة مناصب في حياته المهنية هو كاتب حر منذ عام 1980 له أكثر من 6500 مقال باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الأنترنية فضلا عن مقالات حول القيم الأخلاقية والدينية والقصص القصيرة والسلوك الاجتماعي في حوزة الكاتب حاليا أكثر من 20 كتاب تنتظر هذه الكتب النشر في حوزته الآن أكثر من 200 مقال باللغة العربية والإنجليزية في السياسة والتاريخ والدين الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأخرين وصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الملائي الأعلى عند الملائكة المقربين إلى يوم الدين في كل وقت واحد أولا الموضوع هو قبسات نورانية من حياة الإمام السجاد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن فلسفة الوجود المقدس لشخص مثل الإمام زين العابدين عليه السلام هي تجسيد حقيقي للإسلام عمليا وهذا من الألطاف الإلهية الكبيرة بالنسبة للبشر إذ كيف يمكن للناس أن يفهموا الأبعاد المعنوية لهذا الدين العظيم لو لم يجعل الله تعالى له حملة تشرب الإيمان به في نفوسهم وخالط لحمهم ودمهم فأصبح الإسلام ينطق بألسنتهم ويعمل بأيديهم ويسعى بأقدامهم إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كرس القسم الأعظم من جهوده في فترة دعوته المباركة من أجل أن لا يغادر هذه الحياة إلا وقد ربى وأعدى من يكون على مستوى وحمل الرسالة من بعده وهكذا نرى كيف أنه صلى الله عليه وآله كان يعكف على تربية علي بن أبي طالب سلام الله عليه بيده ويضعه على عينه ويزقه العلم والإيمان زقا وكان هذا أيضا هو شأن سائر أئمة وأوسياء الرسول العظم صلى الله عليه وآله في إعداد من يأتي بعدهم إن المولى عز وجل شرع دين الإسلام لكي يبقى خالدا إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا تولى على حمله وسيانته رجال استثنائيون كالإمام زين العابدين عليه السلام مثلا والذي كان عندما يقف للصلاة فإنه لا يتوجه ببدنه فقط إلى الكعبة بينما يتجول فكره في مكان آخر بل كان يتوجه بكل كيانه ووجوده ويكون وقفه للصلاة استعدادا للطيران في عالم الملكوت والتحليق باتجاه المولى عز وجل وعندما كان لسانه يتمتم بالذكر فقد كان الله هو الذي ينطق ويتكلم عبر لسانه وعندما كان الإنسان يرى علي بن الحسين عليه السلام في صلاته فكأنما كان يرى المصطفى صلى الله عليه وآله في محراب عبادته في الثلث الأخير من الليل ومن إخلاقه السامية والعالية فقد كان يمثل في المجتمع دور رسول الرحمة والمحبة فكان يمشي في طرقات المدينة وعندما يرى إنسانا وحيدا لا ظهير له أو غريبا منقطعا عن آله ووطنه أو فقيرا محتاجا أو مسكينا معدوما ومن أشبه من أولئك الضعفاء الحال في المجتمع والذين لم يكن الآخرون يكترون لهم ولا يلقون إليهم بالا كان يلاطفه ويواسيه ويأخذه إلى بيته وللتذكير فإن الإمام سجاد سلام الله عليه لم تصنح له فرصة نظير ما سنحت لوالده أبا عبد الله الحسين الذي جهد في سبيل الله بالسيف وفاز بالشهادة المصطبغة بالدم الأحمر وكذلك لم تنسح له الفرصة نظير ما سنحت لحفيده الإمام الصادق عليه السلام الذي وجد الأجواء مناسبة للقيام بالجهاد العلمي فأسس المدارس والحوزات العلمية ونشر العلوم الدينية وأحيى الفكر الإسلامي إلا أن الذي يريد أن يجاهد بصدق ويخدم الإسلام بجد فإن كل الظروف فرصة بالنسبة له وغاية ما في الأمر أن شكل الفرص يتفاوت من ظرف إلى ظرف آخر بكل تأكيد كانت الظروف السياسية في زمان الإمام عليه السلام محكومة بالكبت والإرهاب وكان النظام الأموي أنذاك متشدداً غاية التشدد مع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم حتى إنهم فرضوا على الإمام في فطرة الإقامة الجبرية في بيته بما يسمى الآن بالمصطلح السياسي وهكذا لم يجد الإمام زين العابدين عليه السلام أي فرصة للتحرك والاتصال بأنصاره ولكنه لم يقعد عن الجهاد ولم يتخلى عن مسؤوليته تجاه هذا الدين كما تصور البعض بل اختار طريقاً للجهاد يتلاءم مع ظروف عهده فاتخذ من الدعاء والبكاء وسيلة لخدمة الإسلام ومقارعة ومقاومة الظالمين وكانت أدعية الإمام سلام الله عليه بالإضافة إلى ما فيها من جنب المناجات مع الخالق والتضرع إليه مدرسة تحوي المعارف والعقائد الإسلامية وفلسفة الحياة والفضائل الأخلاقية وما إلى ذلك من المواضع التي حاول الأمويون بث ما يضادها في المجتمع الإسلامي وكان عليه السلام يضمن أدعيته رسائل خفية موجهة إلى شعاته لا يفمها جهاز مراقبة النظام الحاكم على ذلك وهي ما يشابه نظام الشفرة في زمننا الحاضر يدعو فيها أتباعه وشعاته إلى مقاومة الظالمين وعدم السكوت على الظلم والظالمين وكان عليه السلام يتخذ من كل مناسبة أو مسألة تذكر بواقعة الطف بكربلة فرصة للبكاء وكان يكثر من البكاء حتى إنه عليه السلام كان لا يشرب الماء عندما يؤتى به حتى تسيل دموعه الشريفة على لحيته وتساقط في إناء الشرب الموضوع أمامه وكان من خلال بكائه ونواحيه يحمل على إحياء ذكرى ثورة ولده أبا عبد الله الحسين وكان دائما يذكر الناس بأسباب ثورة الإمام وقيامه من جهة ومن هم الذين حربوه وقتلوه من جهة أخرى لقد كان النظام الأموي سعى جاهدا للتغطية لأخبار ثورة الطف ووقائه ورشار مدنيسيان فوقها لأنهم كانوا يخافون أشد الخوف من ظاهرة حب الشهادة التي بذرها الإمام الحسين عليه السلام حينما قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف قوذيني وبكى علي بن الحسين عليه السلام عشرين سنة حسب بعض الروايات وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له جعلت في ذاك يا ابن رسول الله إني أخاف أن تكون من الهالكين قال إنما أشكبثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خلقتني له إبراهن وحسب بعض المصادر التاريخية فقد قيل له ما أنا لحزنك أن ينقضي قال له ويحكا إن يعقوب عليه السلام كان له إثن عشر ابن فغيب الله وحدا منهم فبيضت عيناه من كثرة بكائه عليه واحدودب بهره من الغم وكان ابنه حيا في الدنيا وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتلين حولي فكيف ينقضي حزني لا يوجد أدنى شك أن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه بذل جهودا جد ضخمة وجم وذلك من خلال إرشاد الأمة كلها وتبيان الطريق المستقيم في وقت استضعف فيه الناس وصلط عليهم كل أنواع الذل والهوان من طرف حكام بني أمي فهنا أخذ الإمام السجاد المسؤولية بحكم قرابته من بيت النبوة وبرسوله صلى الله عليه وآله ولكونه المسؤول الأول في تلك الفطرة الحارجة على أصالة الفكر الإسلامي الأصيل ونقائه ثم إصاله إلى الأجيال اللحقة سالما معافا من كل الشوائب وبعيد عن أباطل الخصوم سواء من كان يكيد للإسلام المسلمين أو من كانوا يتربسوا دوائر الإنقضاض عليه أكيد أن تلك المسؤولية حملته على استخدام هذه الوسيلة المتمثلة في الدعاء الربانية وأثرها الصرمدي فيما تستنبطه من مضامين من تربية الأجيال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فسلام الله تعالى صرمدا على علي بن الحسين زين العابدين يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا وجعل الله عز وجل من جيرانه في الغرف العالية في الفردوس العالى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلي اللهم على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد اشتركوا في القناة